عالم البحار هو عالم شاسع يذهلنا كل يوم بالاكتشافات والأسرار العظيمة الكائنات البحرية لا متناهية العدد ولكل منها فوائد كثيرة تجعلنا جد مندهشين من عظمة البحار والمحيطات فهل سمعت يوما عن كائن بحري له فعالية تضاهي حبوب الفيغرا؟ مرحبا بكم على قناتكم Arabic Geographic خيار البحر خيار البحر غالبا عند سماعك هذا الاسم قد يتبادر إلى ذهنك نوع من الخضروات ينمو في البحار لكن في الحقيقة هو نوع من اللافقاريات البحرية كائن بحري لزج ولي ينتمي إلى مجموعة شوكيات الجلد تسمى قنفذيات الجلد والتي هي كائنات حية تمتلك جلدا صلبا بعض الشيء يظهر كما لو أنه شوك وهو من الكائنات البحرية الصالحة للأكل لدى كثير من الشعوب أما فيما يخص تسمية خيار البحر فهي رجعة بالأساس لكون أن هذا الكائن البحري يمتلك جسما أسطوانيا يشبه إلى حد كبير شكل ثمرة الخيار كما أن أنواعا كثيرة منه لونها يشبه تماما لون الخيار متوسط عمره في البرية يتراوح من خمس إلى عشر سنوات يوجد في الطبيعة أكثر من ألف ومئتان نوع من خيار البحر تختلف فيما بينهما من حيث اللون والحجم وذلك بحسب البيئة التي تموا فيها فحيوان خيار البحر يمكن العثور عليه بأكثر من لون منها الأخضر الزيتوني الأصفر الأسود والبني كذلك يمكن العثور عليه بأحجام مختلفة فمنها أنواع يتراوح طولها بضع سنتيمترات قليلة وأخرى ذات حجم مهم حيث أن طولها قد يصل حتى متر واحد فيما قطرها قد يصل إلى أربعة وعشرون سنتيمتر وأغلب أنواع خيار البحر تحب العيش في المناطق المظلمة فهو دائما يمشي في اتجاه عكس الضوء بحيث يمشط ليلا ويختفي نهارا إذ يقوم بإخفاء نفسه بين الصخور فيما يخص شكله فعادة خيار البحر يمتلك خمسة صفوف من الأقدام أمبوبية الشكل تشبه الديدان يستخدمها في التغذية وفي التنقل من مكان إلى آخر هذه الأقدام الأمبوبية تبدأ من الفم وتصل حتى فتحة الشرق كما أنه يمتلك عددا من المجسات المتفرعة بمحيط الفم خيار البحر يمتلك قدرات هائلة جدا أهمها القدرة على إخراج أعضائه الداخلية من خلال فتحة الشرق وذلك حتى تنمو أعضاء جديدة بمعنى أنه قادر على تعويض الأجزاء المفقودة في حالة تعرضه لأي هجوم ومن نقاط قوته أنه يمتلك أعضاء داخلية سامة يقوم بإخراجها في حالة تعرضه لهجوم ويدفع بها باتجاه الكائن المهاجم فهذه هي وسيلته للهروب من قبضة الحيوانات المفترسة التي قد تهاجمه كما أن بعض أنواع خيار البحر تخرج خيوطا لزجة يمكن من خلالها صيد وإرباك المهاجم وفي كثير من الأحيان ينتج مادة سمية يمكن أن تقتل الحيوانات الصغيرة الأخرى التي توجد بمحيطها لكنها لا تقتل البشر ولهذا السبب فإن ساكنة عدد من المناطق يصنعون عصيرا خاصا منه لأجل قتل بعض الأنواع من الأسماك الصغيرة الغير مرغوبة من قدراته كذلك القدرة على التأقلم والمعيشة في أكثر من بيئة بحرية كما أنه قادر على تحمل مختلف درجات الحرارة منها تلك التي تصل حتى التجمد خيار البحر يمكن أن يعيش في أعماق تصل حتى أربعة آلاف متر من جهة أخرى وهذا هو بيت القصيد فإن خيار البحر يحظى بشعبية كبيرة جدا وهي السبب في كون أن ثمنه جد مرتفع في عدد من المناطق والسبب في ذلك فوائده الغذائية الكثيرة حيث أن تناوله يعود على الجسم بفوائد كثيرة وهذا هو السبب في أنه ولسنوات طويلة شكل هذا الكائن البحري عنصرا أساسيا في المطبخ الأسيوي وبالخصوص المطبخ الصيني حيث أنه يعتبر من الأطباق الأكثر شعبية في الصين كما أنه كذلك حاضر في قائمة طعام عدد من المطاعم العالمية الأخرى فهو غني جدا بالمواد الغذائية المفيدة ومنها النسبة العالية من البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية أما فيما يخص فوائده الغذائية فهذه أبرزها مقاومة عدد من أنواع السرطانات ومنها سرطان الجلد وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الكبد تحسين صحة اللثى ومقاومة مشكلاتها دعم صحة القلب والأوعية الدموية تقوية وتحسين آداء جهاز المناعة تعزيز مستويات طاقة الجسم ومقاومة أمراض المفاصل كما أن تناوله يساعد على تخفيف حدة التجاعيد التي قد تظهر في البشرة وهذا يهم الإناث بالخصوص كذلك هو مقوّن جنسي طبيعي فعال للغاية ولهذا السبب يطلق عليه كثيرون اسم الفياجرة الطبيعية وللأسف خيار البحر اختفى من مناطق بحرية عديدة ختاما نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد لاقت استحسانكم وأنها كانت مفيدة لكم إذا كنتم قد استفدتم منها فلا تنسوا الضغط على زر إعجاب وإذا كنتم لازلتم لم تشتركوا معنا في القناة فضلا اضغطوا على زر اشتراك حتى يصلكم منا كل جديد وإذا كنتم ترغبون في أن نتحدث عن مواضيع معينة في حلقاتنا المقبلة اكتبوها لنا في تعليق دمتم في رعاية لا اشتركوا في القناة